في إطار تحركات المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار ما دمرته الحرب شارك البنك الدولي في متمر التعافي وإعادة إعمار اليمن الذي يقيم في الرياض يعد البنك الدولي بحسب وزير التخطيط محمد السعدي داعماً أساسياً لليمن في إعادة الإعمار والموازنة المالية والمجالات الإنسانية وقد تعهد البنك بتقديم 816 مليون دولار لمساعدة اليمن خلال السنة المالية الحالية وتخصص هذه المبالغ وفق السعدي لمعالجة الأزمة الغذائية وتوفير وسائل داعمة للسيراد الاحتياجات العاجلة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وزير التخطيط كشف لوسائل إعلامية عن ترتبات تجري خلال الفترة المقبلة لفتح مكاتب للبنك الدولي وعدة مغظمات دولية في العاصمة المواقتة عدن كان البنك الدولي قد أعلن عن توقيع عمليتين ماليتين الأولى لدعم العمليات النقدية اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار والثانية لمواجهة سوء التغذية في اليمن بمبلغ 80 مليون دولار وتتزامن التحركات المالية للبنك الدولي مع استعداد أبدته مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم وسائل الدعم الفنية لضمان نجاح البنك المركزي اليمني في أداء وظائفه تهدف تحركات الشرعية من تنشيط ملف الإعمار مع البنك الدولي بحسب تصريحات حكومية إلى البدء بإعادة الإعمار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة لكن خبراء ماليين يؤكدون أن هذه المبالغ المالية المعلنة لا تتناسب وحجم الدمار الذي خلفته الحرب في البنية التحتية ويبقى التساؤل الأهم مرتبطا بمدى جاهزية المحافظات المحررة للبدء في تنفيذ خطة الإعمار